أدنوك للحفر أكبر شركة حفر وطنية في الشرق الأوسط من حيث حجم أسطول منصات الحفر إذ تمتلك 96 منصة حفر برية وبحرية الشركة التي تعتبر المزودة الوحيد لخدمات الحفر لمجموعة أبوظبي الوطنية للبترول حفرت ما يقارب من 9886 بئر منذ بدء عمل الشركة وحتى منتصف هذا العام وتنقسم أعمال شركة أدنوك للحفر إلى أربع قطاعات واضحة وهي خدمات منصات الحفر البرية والبحرية والجزر البحرية وحقول النفط وخلال فترة عملها تمكنت شركة أدنوك للحفر من الاستفادة بإطارها التعقدي التفضيلي مع شركة أدنوك والذي ساعدها على تحقيق هوامش ربحية رائدة فقد تمكنت الشركة بنهاية 2020 من تحقيق عائدات بلغت قرابة مليارين ومئة مليون دولار وصافي أرباح بلغ 569 مليون دولار وفي النصف الأول من 2021 حققت الشركة عائدات بلغت مليار ومئة مليون دولار وصافي أرباح بلغ 282 مليون دولار وانعكس هذا الأداء الإيجابي على حصة الشركة السوقية فقد نمت الحصة السوقية لحلول الحفر المتكاملة من 10% في عام 2019 إلى 35% عام 2020 ومن المتوقع أن تزيد بنسبة تصل إلى 45% بحلول نهاية عام 2021 وتمتلك مجموعة أدنوك 95% من شركة أدنوك للحفر وال5% الأخرى لشركة بيكر هيوز القابضة العالمية